السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلب الطلبات الصف الثالث السنوي التجاري شعب التسويق كنا اتكلمنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت على مادة سوق الراء مالية واستردنا مع بعض الفصل الاول وهي المؤسسات المالية الوسيطة وما هي المؤسسات المالية لو نذكر بعض بالي احنا نخذنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض وقلنا ايه هي ما هي المؤسسات المالية لو تفتكروا كده قلنا المؤسسات المالية تؤدي المؤسسات المالية مثل البنوك التبعية وبنوك الاستثمار والادخار وشركات التأمين بتؤدي دور هام طبع تؤدي دور هام في ايه بالزبط؟ قلنا في تحويل الاموال من مقدم الاموال الى مستخدم الاموال يعني من اصحاب الحاجة من اصحاب الفائد الى اصحاب الحاجة بعد كده استعرضنا على نقطة مهمة وقلنا المؤسسات المالية الوسيطة لو تفتكروا مع بعض احنا قلنا المؤسسات المالية الوسيطة اربع مؤسسات المؤسسات الادعية المؤسسات الاستثمارية المؤسسات التعقدية المؤسسات سوء الاوراء المالية بعد كده اتكلمنا مع بعض وقلنا احنا فيه جزء معين خدناه وقلنا فيه حاجة مهمة او في المؤسسات الادعية اللي هي البنوك التجارية وقلنا فيه سؤالين مهمين بيجيب لي واحد منهم اللي هي وظيفة البنوك التجارية ووظيفة بنوك الاستثمار لو تفتكروا كده مع بعض قلنا وظيفة البنوك التجاري زي ايه قلنا اي بنك التجاري بيقوم بفتح الحسابات وقبول الودائع وخلق النقود وبيع واشراء لعراء المالية وتمويل التجارة الخارجية اما بنوك الاستثمار فاتكلمنا على وظائفها وقلنا بنك الاستثمار ده هو بنك لا يقبل الودائع ولكن يقدم النصيحة للشركات ومنها قلنا ليه وظائف اللي هو القيام بوظيفة وكيل القيام بوظيفة صانع السوق القيام بوظيفة وكيل المكتتبين بيع واشراء الاراء المالية وتكلمنا على المؤسسات التعقدية وقلنا مفهوم التأمين واركان التأمين واخلصنا من الفصل الاول في الحلقة اللي فاتت النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض في الفصل التاني وعن نتكلم على برصة الاراء المالية المادة اسمها سوء اراء مالية عايزين نفهم بقى ايه هي برص الاراء المالية بتكلم عن ايه قبل ما نستعرض مع بعض كده الملهج بتاعنا عايزين نفهم مع بعض احنا كاشخاص كده او كطلبة لو انت شخص معين ومعاك مبلغ وعايز تتسمر فلوسك في بورس العر المالية يعني تتسمرها في سوق المال ايه اللي بيتم عشان نكون فاهمين يا جماعة ان ما ينفعش انا كشخص اروح اتعامل في بورس العر المالية مني لها على طول لازم بتعامل من خلال وسيط والوسيط ده اللي هي بتكون شركات السمسرة يبقى انا كشخص عايز ابقى مستسمر في سوق المال وتعامل على الاسهم ابيعه واشتري ما ينفعش من نفسي اخش على البورس وخبط عليهم وقول لهم انا جاية اتعامل عندكم قلت الكلام ده ما ينفعش بتعامل من خلال وسيط والوسيط ده اللي هو السمسار اللي هي شركات السمسرة طب ايه اللي بيتم اللي بيتم مبدئيا دولة اللي انا بخش كواحد خلاص مواطن عادي بخش على شركة السمسرة بقول لهم والله انا عايز اعمل عملية اداع مبلغ ايا كان المبلغ 10-20-100 وعايز ابدأ اتعامل في الاسهم ببدأ الشركة بتاخد مني البطارة بتاعتي وبتعمل لي عقد اللي هو عقد التداول وببدأ اتكود في البورسة بيطلع لي كود معين في البورسة الكود ده زي الرقم القومي بالضبط يبقى لي الكود بتاعي في البورسة بتاعتي اللي من خلاله ببدأ اشتري وبيع من خلاله وما بنفعش اشتري وبيع من خلال نفسي لازم من خلال السمسار ده هو اللي انا بقول له بيع لي او اشتري وده لنستعوده مع بعض كله في المنهج بتاعنا في الجزء بتاع سوق الارعاء المالية فاول حاجه عندنا اخدها في الفصل التاني مع بعض وهي ايه مفهوم البورسة وايه معناها فالبورسة لها مفهومين لها مفهوم وفقا للقانون ولها مفهوم بصفة عامة فالمفهوم العام للبورسة هو ايه لو بصرنا كده مع بعض لاة مفهوم للبورسة هو ايه قلنا البورسة هي سوق لتداول Oneimon يبقى البورصة دي سوء لتداول أراء المالية وإتمام المعاملات بيع وشراء بسهولة ويسر وفقا لقوانين ولوائح وإجراءات يبقى مفهوم البورصة العام قلنا مفهومها العام هي ايه سوء السوء ده بتداول في الأراء المالية يعني ببيع واشتير الأسوم والسلدات بتاعتي بسهولة ويسر وفقا لقوانين وقواعد وإجراءات طب هل يا مستر مفهوم البورصة هو المفهوم العام بس قلت لك لها مفهوم تاني وفقا للقانون طب أنا لو جالي في الامتحان أكتب أنا فيهم هيقول لي وما المقصود بمفهوم أو أوضح مفهوم البورصة وفقا للقانون يبقى هو حديد لها وفقا للقانون وفقا للقانون مفهوم البورصة ايه؟ قلنا مع بعض مفهوم البورسة وفقا للقانون ينص القانون على اعتبار البورسة شخصية اعتبارية عامة يبقى نخلي بالنا ان البورسة اعتبرناها شخصية اعتبارية عامة يتولى ادارة اموالها ويكون لها اهلية التقاضي وتخضع لرقابة حكومية متمثلة في مندوب الحكومة يبقى البورسة عندي وفقا للقانون قلنا اعتبرنا ان البورسة دي شخصية اعتبارية عامة الشخصية الاعتبارية العامة دي لها اهلية وتخضع لارقابة الحكومة من خلال مندوب الحكومة انا بيبقى الحكومة المخلية فيه مندوب المندوب ده موجود في البورصة المندوب ده من حق الاعتراض على اي قرار تتاخذ من حق الاطلاع على اي حاجة يبقى المندوب ده موجود لمتابعة سير العمل فين في سوق الاوراية المالية اللي هي داخل البورصة المصرية يبقى ده اول تعريف عندي قلنا عليه مفهوم البورصة من المفهوم العام والمفهوم وفقا للقانون طب في نقطة تانية ممكن يسألني فيها يقول ما هي مقاييس فعالية البورصة لو بصينا كده مع بعض نلاقي مقاييس فعالية البورصة ليها تلات مقاييس عندي اول مقياس مقياس السرعة في المعاملات مقياس الدقة والصحة مقياس الفعالية في رصد وتسجيل البيانات والمعلومات اسمها مقاييس فعالية البورصة يعني يا مصر الكلام ده ده الكلام ده كبير عينا مش فاهمينه بقولك بكل بساطة ان البورصة ليها تلات مقاييس اول حاجة مقياس السرعة الثانية بتفرق معايا في التعاملات فعملية البيع والشارع بتفرق معايا اللحظة يبقى عندي فيه مقياس السرعة في نفس الوقت مقياس الدقة ماينفعش انا اكون طالب الف سهم يكتب لي عشر تلاف سهم مقياس الدقة والصحة يبقى انا عندي مقياس السرعة الدقة والصحة مقياس الفاعلية دي اسمها مقاييس فاعلية البورصة يبقى السؤالها على طول بيجي يقول لي ايه ما المقصود والمفهوم العام للبورصة مع توضيح مقاييس فاعليتها مفهومها قلنا سوء لتداول الرائع المالية واتمام العمليات بيع وشرع بسهولة ويسر بالاضافة الى انها الكلام ده بيكون وفقا لقواعد وقوانين واجراءات اما مقاييسها قلنا لها تلت مقاييس مقياس السرعة الدقة والصحة ومقياس الفاعلية بعد كده ننتقل لنقطة تانية ولو قلنا مع بعض احنا هل زمان لو بصينا كده من القرن الخمستاشر او الستاشر او الاربعتاشر كان فيه البورصة بشكلها العام دلوقتي ولا ايه اللي حصل فيها واتطورت ازاي لو بصينا مع بعض كده او ناخدها قبل ما نشوف التاريخ اللي عندنا نقول يا جماعة البورصة كانت في القرن الخامس عشر كان التجار بيجتمعوا مع بعض في مكان في فنادق وبعد كده نتعلوا على بعض المقاهي وابتدوا يعملوا عملية تبادل وكان فيه عندي بورصة اسمها بورص القطن بيتمي فيها البيع والشراء لكن الموضوع يتطور عندي لغاية ما جينا في سنة 1900 نحفظ التاريخ ده كويس سنة 1900 صدر اول تشريع لتنظيم اعمال البورصة وكلمة تشريع معناها قانون يعني في سنة 1900 صدر اول قانون لتنظيم اعمال البورصة سنة كام ده 1900 طب هل الكلام ده حصل بعد كده ايه اللي حصل بعد كده هنشوفها مع بعض في التاريخ اللي عندنا هنلاقي في 1903 اخترنا مبنى ان هو يكون مكر دائم وبعد كده في 1910 وضعنا اول لائحة في القاهرة و1913 اول لائحة في اسكندرية يبقى نبص التاريخ دي مع بعض ونشوف التطور التاريخي للبورصة المصرية بيقول لي تعود كلمة البورصة الى القرن الخامس عشر الميلادي يبقى اول حاجة كلمة البورصة تعود الى القرن الكام الخامس عشر الميلادي حيث كان التجار يجتمعون في فناديك من جميع المناطق لتبادل البضائع طب ايه اللي حصل بعد كده في عام وفي مصر عام 1900 سنة 1900 صدر اول تشريع وقلنا اول تشريع معناها اول قانون لتنظيم اعمال البورصة في 1903 تم اختيار مبنى يكون مقر دائم في 1907 صدرت اول لائحة للبورصة بموجب امر عالي على ان يبدأ العمل بها يعني اللائحة دي صدرت 1907 والعمل يبدأ بها امتى عا يبدأ بها اعتبارا من اول ستمبر 1910 بالقاهرة و 1913 باسكندرية نخلي بالنا من حتة دي ان في سنة 1907 صدرت اول لائحة طب اول لائحة صدرت هل في نفس السنة بدأ العمل بها قلت لا بدأ العمل بها في 1910 في القاهرة يعني بعدها بتلت سنين و 1913 في الاسكندرية يعني بعدها بست سنين وفي يوليو سنة 1953 صدر قانون 323 اللي هو يمنح السماصرة امتياز التعامل في الاراء المالية دون غيرهم يبقى التطور التاريخي اللي شفته عندي في البورسة حصل ايه التطور التاريخي ده حصل اني تعود كلمة البورسة للقرن الخمس عشر قلنا التجار كانوا مجتمعوا مع بعض وكانوا بيعملوا عملية التبادل كانوا ده كان في فناد وبعد كده ابتدى يبقى فيه مقاهيم ابتدى التطور يحصل في سنة 1900 قلنا صدر اول تشريع اول قانون لتنظيم الاعمال جينا بعدها على طول بثلاث سنين 1903 تم اختيار مبنى يكون مقر دائم بعدها 1907 تم وضع اول لائحة لتنظيم الاعمال بمجب امر عالي واول لائحة توضعت سنة 1907 لكن ما بدأش العمل بيها الا في 1910 بالقاهرة و 1913 بالاسكندرية حد يقولي طب اشمعنا القاهرة والاسكندرية عشان البورصة في مصر فيها نوعين واحدة موجودة في القاهرة والتانية موجودة في الاسكندرية يبقى ده التطور التاريخي واحفظ كم تاريخ دول ليه 1900 1903 1907 1910 1913 طب بعد كده عندنا هل البورصات على مستوى العالم فيها نوع واحد بس ولا في أماكن معينة قلت انواع البورصات فيها انواع كتير لو بصينا كده انواع البورصات مع بعض على ايه على اول بورصة عندي تحتل المكانة الأولى من ناحية التقدم في سوق المال هي البورسة الأمريكية يبقى أول بورسة تحتل المكانة الأولى في سوق المال هي البورسة الأمريكية أما في بورسة تحتل المكانة الأولى في القارة الأسيوية اللي هي عن أول بورسة توكيو وهونج كونج نشوف الكلام ده ونشوف البورسات دي قصتها إيه وأنواعها إيه لو بصينا كلا مع بعض على ناقي عند السؤال بيقول لي أنواع البورسات واحد البورسات الأمريكية وتحتل المركز الأول من ناحية التقدم في أسواء المال يبقى ما يقوله تحتل المركز الأول في التقدم في سوء المال أقوله البورصة الأمريكية وتتميز بالأهمية البالغة للأسواء الآجلة ودي بتيجي على طول أسئلة صحة وغلط اتنين البورصات الأوروبية والبورصات الأوروبية منها بورصة لندن والبورصة الفرنسية والألمانية يبقى البورصات الأوروبية هنأخذ منها بورصة لندن والفرنسية والألمانية طب بورصة لندن دي ايه؟ وتحتل السوء الأول من ناحية عدد الخطوط المقيدة بالبورص أما البورصة الألمانية تتميز بصور حجمها طب في عندي بورصات تالتة اللي هي البورصات الأسيوية قلنا وتحتل كل من بورصتين توكيو وهون كونج المكان الأول بين البورصات الأسيوية فلو حبيت أسألك إحنا وإحنا مع بعض دلوقتي وقولك تحتل المكانة الأولى أو المركز الأول في أسواء المال بصفة عامة قلنا في أسواء المال يبقى دي البورصات الأمريكية أما تحتل المكانة الأولى بين البورصات الأسيوية أقول لبورصة توكيو وهون كونج ما اللي أخبطش ممكن يسألني في الامتحان يقول لبورصة توكيو وهون كونج تحتل المركز الأول أو المكانة الأولى من ناحية التقدم في الأسواء المال أقول له لا دي البورصات الأمريكية بعد كده البورصات المصرية وهي نوعين زي ما قلنا من شوية القاهرة والاسكندرية وبورصة القاهرة كانت البداية غير منظمة عام 1898 قامت محاولة الانشاء سوق منظم ولكن سرعان ما انهار وتم التعامل فيه على القطن والأوراق المالية بمقهى اسمه نيوبار يبقى انا كده انواع البورصات بكل بساطة على ايها عندي فيها اتكلمنا على اربع انواع البورصات الامريكية البورصات الاوروبية الاسيوية والبورصة المصرية البورصات الامريكية قلنا تحتل برفع عليك كده المركز الاول من ناحية التقدم في اسواق المال طيب قلنا البورصات ايه تاني الاوروبية زي ايه بورصة لندن والفرنسية والالمانية اللي التميز بصورة حجمها اما بورصة لندن فهي تحتل المركز الاول في عدد الخطوط بعد كده اخذنا البورصة الاسيوية وقلنا في البورصة الاسيوية تحتل كل من بورستين توكيو وهون كونج المركز الاول من ناحية التقدم في البورصات الاسيوية وبعد كده اخذنا البورصة المصرية وقلنا فيها نوعين القاهرة والاسكندرية يبقى احنا كده استعرضنا مع بعض في الفصل التاني في بورصة الاراق المالية اخذنا مفهوم البورصة معنا ايه قلنا هو سوق لتداول الاراق المالية واتمام العمليات بيع واشراء بسهولة ويسر وفقا لقواعد ولوايح واجراءات اخذنا مفهوم البورصة وفقا للقانون وقلنا اعتبرنا ان البورصة شخصية اعتبارية عامة تخضع لاهلية ويتم المراقبة من خلال الحكومة من خلال مندوب الحكومة بعد كده اخذنا مقاييس فعالية البورصة وقلنا تقاسي الفعالية بتلت مقاييس مقياس السرعة مقياس الدقة والصحة ومقياس الفاعلية بعدها اتكلمنا على تطور التاريخي لكلمة للبورصة بصفة عامة قلنا تعود كلمة البورصة دي الى القرن الخامس عشر حيث كان التجار يجتمعون كانوا يجتمعون مع بعض ويعملوا عملية تبادل من كذا منطقة مش منطقة واحدة يجتمعون من جميع المناطق في بعض الفنادق ويجتمعون ويعملوا عملية تبادل للبضائع ولكن في مصر ايه اللي حصل في مصر تطور بتاعنا حصل من سنة 1900 ان صدر اول تشريع لتنظيم اعمال البورصة بعدها بكم سنة قلنا بعدها بتلت سنين على طول 1903 تم اختيار مبنى يكون مقر دائم بعدها قلنا 1907 اللي حصل 1907 تم وضع اول لائحة لتنظيم الاعمال بموجة بامر عالي طب اللائحة دي هل اشتغلنا بها على طول وبدأنا تنفيذها على طول قلت لا وتم العمل بها في القاهرة في بورصة القاهرة عام 1910 وبورصة اسكندرية عام 1913 بعدها اخذنا انواع البورصات على مستوى العالم قلنا اتكلمنا على البورصة الامريكية والاوروبية والاسيوية والمصرية قلنا الامريكية عبارة عن تحتل المركز الاول من ناحية التقدم في سوق المال قلنا على البورصات الاوروبية واخذنا بورصة لندن والفرنسية والالمانية قلنا على البورصات الاسيوية قلنا تحتل بورصة توكيو وهون كونج المركز الأول أو المكانة الأولى على البورصات الأساوية وقالنا المصرية بيكون فيها نوعين بورصة القاهرة والاسكندرية وفهمنا بورصة القاهرة والانهار اللي حصل في البورصة اللي كانت في بعض الفنادق ولكن سرعان ما انهار وبعد كده ابتدينا يبقى فيه التعامل على القطن والتعامل في البورصات من خلال مقاهي والمقاهي دي قلنا فيه مقاهي اسمه نيوبار كده تكلمنا على التطور الزي بتاع البورصة والكلام ده طب انت مسا عمالت قلنا البورصة وسوق المال ونتعامل وما نتعملش طب الكلام ده كله احنا المستفيدين ايه هل لها اهمية اكيد طبعا البورصة لها اهمية طب ممكن تقول لها ايه هميتها نقول لك اهميتها ايه لو بصينا كده اهميتها في ايه بص السؤال بيقول لي ايه وجدت البورصة لتشجيع حاجات ورابات المتعاملين في ضوء ذلك وضح اهمية البورصة تعالى بقى اقول لك اهميتها في ايه اول اهمية لها ان البورصة ضرورة حتمية استلزامية للمعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات ان جاءت البورصة لتلبي رابات وحاجات المتعاملين بها ان هي تعمل على تحقيق موازنة فعالة بين قواتين العرض والطلب بما يحقق السعر العادل ان هي تلعب ضر هام في المجتمعات الحر اقتصاديا ضمان جميع حقوق المتعاملين جميعا تلعب ضر هام في الاقتصاد القومي مش فهم حاجة مصر معلش تاني نقول هلك تاني واحدة واحدة ان البورصة لها اهمية اول اهمية لها لو بصنا مع بعض بتلعب ضر هام في الاقتصاد القومي يبقى البورصة كده لها ضر في الاقتصاد القومي طيب تاني حاجة هلما انا احط فلوسي كشخص مستسمع في البورصة مين اعتمن هالي قلت ان البورصة تضمن جميع حقوق المتعاملين جميعا ما يفعش انا احط مبلغ معين والمبلغ ده مش مضمون لا المبلغ ده مضمون تلعب ضر هام في المجتمعات الحر اقتصاديا لها ضر مهم قوي في المجتمعات الحر اقتصاديا بتعمل على تحقيق موازنة فعالة بين قواتين العرض والطلب عشان نحقق السعر العادل بيكون عندي الباقي عارض كمية اسهم والمشتر عارض الشراء الاسهم دي هي هنا بتامي عملية ايه توازن بين قواتين العرض والطلب عشان نحقق سعر عادل للسهم البورصة جاءت لتلبي حاجات وربوات المتعاملين يبقى انا كده اصبح ان سوق المال ليه مهم طب انت مستر اخر حاجة قلت لنا ان البورصة لها دور نهام في الاقتصاد القومي طب يا ترى ايه دورها في الاقتصاد القومي ممكن تقول لنا ايه دورها في الاقتصاد القومي اهميتها ايه في الاقتصاد القومي نشوف مع بعض اهمية البورصة في الاقتصاد القومي لو بصينا كده على اهمية البورصة في الاقتصاد القومي أول أهمية هي أداة فعل غير محددة في الاقتصاد البورصة بتقوم بجذب رأس المال الفائد غير الموظف رأس المال الفائد أنا معي مبلغ معين والمبلغ ده مش محتاجه مش هشتغل به فببدأ أولا استثمره في ايه أجيب بضاعة أفتح مشروع فممكن استثمرها في البورصة وبالبورصة كذا بترأس المال الفائد توظيف الأموال بفعالية تدبير الموارد والأموال للمشروعات ما بتساعد المشروعات عندما نخش الشرق سام وده يخش ويبدأ عملية كتاب ويبدأ عملية طرحة للشركة وفي عملية موارد دخلة للمشروع ده فبالتالي بتدبر الأموال والموارد للمشروعات زيادة حيوية المشروعات أكيد تدبرنا الموارد ودبرنا الأموال حيوية المشروع عزيز وكفاءته عزيز تحسين كفاءة الإدارة ترشيد الإنفاق الاستثماري أداة تحذير وتنبيه للمخاطر أداة لإشباع حاجات المستثمر الصغير والكبير يعني إيه كلمة أداة لإشباع حاجات المستثمر الصغير والكبير يعني أنا مستثمر معايا مبلغ معين لو يكن خمس سلاف جنيه ممكن أشتغل بيهم ممكن أعمل كود في البورس وأبدأ أشتغل يبقى أنا كده أصبحت مستثمر وأستثمر في البورس ممكن شخص تاني معا مليون جنيه يبدأ يستثمر كمان يبقى هي أداة لإشباع حاجات المستثمر الصغير والكبير ومداخل سليمة للاستثمار امام الافراد. بالتالي لو انا شخص عايز استثمر بيبتوفى لي قنوات ومداخل سليمة للاستثمار امام الافراد. يبقى كده من الحتة دي فهمنا ان البورسة لها اهمية بصفة عامة ولها اهمية في الاقتصاد القومي. نفرق بين اهميتها والاهمية على مستوى الاقتصاد القومي. لو قال لها الهمية على المستوى القومي حاجة والاهمية حاجة تانية. بعد كده ما هي شروط قيام البورسة بدرها المتميز في سوق المال او سوق الاراق المالية. شروط قيام البورسة بدرها المتميز في سوق الاراق المالية. عشان البورسة تقوم بدور متميز في سوق الاراق المالية. في عندي بعض الشروط لازم نكون بنعملها. لابد يكون عندي فيه مناخي استثماري مستقيع في إطار توزيع عادل للسرعات يبقى أول شرط عشان البورسة تقوم بدور متميز لازم يكون عندي مناخي استثماري مستقيع يكون عندي وعي اقتصادي ومالي والوعي ده يكون من خلال وسائل الإعلام والصحافة ليه توعي الناس توعي الجمهور توعي الشعب بأهمية البورسة والاستثمار فيها بتكون فيه مكاتب متخصصة في الإدارة الحديثة للمحافظة على الرائع المالية بيكون أدوات تقليدية ومستحدثة بيكون فيه انفتاح على الأسواق الدولية يبقى الخمس شرط دول لو موجودين البورسة هتقوم بدور متميز فيه سوق الأوراق المالية اللي هو يكون عندي مناخي استثماري ما جيش كده فيه اضطرابات وفيه أزمات وابدأ أولا عايزة استثمار وسوق المال يبقى كويس لازم يكون عندي مناخي استثماري مستقيع يكون عندي وعي اقتصادي والوعي ده مش هييجي من النفسي لابد تخش وسائل الإعلام وتخش الصحافة تساعد بكده ان يكون عندها تواعي الشعب وتواعي المستثمر بأهمية البورسة وبالمخاطر اللي ممكن يتعرض لها بتكون فيه مكاتب متخصف الإدارة الحديثة بيكون فيه عندي أدوات تقليدية ومستحدثة لابد يكون فيه انفتاح على الأسواق الدولية والأسواق العالمية عشان أبدأ أشتغل وأبدأ أشوف الأسواق بتشتغل ازاي وإيه المخاطر اللي ممكن يتعرض لها بعدها بيقول لي إيه ولقيام أسواق الأراء المالية يتطلب توافق شرطين أساسيين يبقى عشان سوء المال يقوم لابد يكون عندي توافق شرطين أساسيين توافر الملكية الخاصة لهذه الأراء للمستثمرين ضمان حرية التصرف في هذه الأراء المالية بالبيع يبقى عشان أسواق المال لقيام أسواق الأراء المالية عشان تقوم الأسواق دي لابد يكون عندي فيه شرطين أسيين توافر الملكية الخاصة وضمان حرية التصرف يعني إيه مستر توافر الملكية الخاصة وضمان حرية التصرف دي أقصد بها إيه توافر الملكية الخاصة اللي أنا دلوقتي تكون الأسهم دي ملكية ملكية أقدر أتسرف فيها أقدر أبيع في أي وقت يبقى جبت الاتين مع بعضه توافر الملكية الخاصة اللي أنا عندي محفظة أوراق مالية فيها 5-6 شركات من الأسهم يبقى الحاجة دي ملكية خاصة بتاعتي أما تكون حاجة ملكية خاصة بتاعتي أقدر تصرف فيها لكن حاجة مش ملكية خاصة ومش عارفة تصرف فيها يبقى ده اللي يقصد بها الشرطين الأسيين عشان تقوم سوق الأوراية المالية اللي هي التوافر الملكية الخاصة وحرية التصرف كده اتكلمنا احنا على أهمية سوق المال أو أهمية البورصة والأهمية على المستوى القومي وشروط قيام البورصة بدورها المتميز طب ايه وظائفها بقى ما هي وظائف أسواء المال وظائف أسواء الأوراية المالية أو الوظائف الاقتصادية للبورصة في عندي السؤال بيجي بسرطين عشان ممكن يقول لي ما هي وظائف أسواء الأوراية المالية أو الوظائف الاقتصادية للبورصة ما قال ليش بقى ايه الأهمية لا قال لي الوظائف الاقتصادية للبورصة لو بصينا كده على كده وظيفة أول وظيفة عندي من وظائف الاقتصادية للبورسة أو وظائف سوق المال التخصيص الأمثل للموارد أي تخصيص الموارد النادرة بطريقة مثلة على كل الأنشطة الاسمارية اتنين كفاءة التشغيل ومعنى كفاءة التشغيل هي قدرة السوق على تحويل الأموال والموارد لمن يحتاجون إليها بأقل قدر من التكلفة يبقى أنا عندي كفاءة التشغيل قدرة السوق على تحويل الأموال والموارد لمن يحتاجون إليها بأقل قدر من التكلفة وترجع التكلفة دي إلى مصدرين تكلفة الوساطة المالية وتحويل ملكية الورقة المالية تكلفة الوساطة المالية هي في عمليات البيع والشراء وتكلفة وتحويل ملكية الورقة المالية يبقى كده من وظائف الأسواق المالية قلنا وظيفتين لغاية دلوقتي لسه في وظائف تاني أول وظيفة التخصيص الأمثل للموارد وكفاءة التشغيل يبقى ايهما الوظيفتين تخصيص أمثل الموارد وكفاءة التشغيل طب فيها عندي تاني عندي وظيفة تالتة وهي تكلفة عنصر السيولة تكلفة عنصر السيولة ايه تكلفة عنصر السيولة يا مستر لي قلنا تكلفة عنصر سيولة الذي يمكن للمستثمر بيع استثماراته من أوراق المالية في البورسة في أي وقت هيا وظيفة هيا الحاجة ملكية خاصة لها أقدر بيعها في أي وقت وهي تكلفة عنصر سيولة وهي يستطيع المستثمر أنه يبيع الأوراق المالية الأسهم الذي معاه في أي وقت بعدها توفير المعلومات والاستجابة الفرية يبقى أنا موفر معلومات والاستجابة الفرية لأي أحداث جديدة بعدها تحديد الأسعار اللي هو تسعير الأصول المالية ويقصد بذلك تحديد السعر العادل للأصل المالي السهم أو السند يبقى أنا ثاني من ضمن الوظائف قلنا تكلفة عنصر السيولة ومعنا تكلفة عنصر السيولة إلا أن المستثمر يمكن بيع استثماراته من أرائي المالية في أي وقت طيب توفير المعلومات والاستجابة الفرورية لأي أحداث جديدة لازم أنا على طول عندي معلومات وأي استجابة لأي حدث يحصل جديد تحديد الأسعار اللي هي تسعير الأصول المالية اللي هو بحدث السعر العادل للأصل المالي اللي هو السهم أو السند نقل وتحويل الخطر يبقى أنا كده أصبح عندي في ست وظائف من الوظائف اقتصادية لسوق الأرائي المالية أو وظائف اقتصادية للبورسة تخصيص الأمثل تكلفة عنصر السيولة توفير المعلومات كفاءة التشغيل تحديد الأسعار نقل وتحويل الخطر يبقى تاني ست وظائف من الوظائف الأساسية أو الوظائف اللازمة في البورسة ايه هي الوظائف الاقتصادية للبورسة؟ قلت أول حاجة التخصيص الأمثل للموارد تمام كفاءة التشغيل تكلفة عنصر السيولة يبقى كده كم وظيفة عندي؟ ثلاث وظائف توفير المعلومات والاستجابة الفورية لأي أحداث تحصل بعدها تحديد الأسعار لأننا بحاجة أسعار الأصل المالي لو السهم أو السلط نقل وتحويل الخطر دي الست وظائف الاقتصادية للبورسة أو وظائف أسواء المال كده يبقى احنا اتكلمنا مع بعض على وظائف سوق المال وشغوط قيام البورسة بدورها متميز في الأسواق المالية وأهمية البورسة الأهمية العامة والأهمية بالنسبة للأقتصاد القومي نخش على موضوع تاني وهو الإطار العام لسوق المال الإطار العام لبورسات الأوراق المالية أنا عندي يا جماعة الإطار العام لسوق الأوراق المالية حاجتين السوق الأولي والسوق السلوي يبقى سوق أولية وسوق سلوية يبقى ما يقول لي ما هو الإطار العام لبورسات الأوراق المالية أقول له حاجتين سوق أولية وسوق سلوية طب يعني إيه مستر بقى سوق أولية وسوق سلوية ويقول لنا كده موضوعها إيه وقصتها إيه نفهمهم مع بعض وعند كده نبص كل السؤال بيجي زي قلت الإطار العام لسوق المال في سوقين السوق الأولية اللي هو بيقول عليها سوق الإصدار والسوق السلوي اللي هو سوق التداول مش فهم حاجة برضه مصر وضحها لي تاني قلنا سوق الإصدار اللي هي السوق الأولي اللي هو سوق الإصدار السوق ده بيختص بالتعامل في الإصدارات الجديدة قالنا دلوقت شركة الشركة دي عد تطرح أسهم للكتاب العام الشركة دي بتعمل عملية اكتتاب يبقى فيه إصدارات جديدة من اللي بيختص بها السوق الأولين طب بعد ما بصدر الأسهم دي وبعد ما بصدر الأوراق المالية اللي عند دي هل بصدرها وقعد أبص عليها؟ ولا بيحصل عملية تداول فيها التداول ده من خلال السوق السنوي وبعد عملية الاكتتاب اللي بتطرح والطرح اللي بتعامل فيه الشركات وبنزل طرح فيه البورصة المجموعة أي شركة جديدة أو شركة قائمة بتزود أسهمها يبقى الطرح اللي بتعمل ده ده اسمه سوق أولي اللي هو سوق الإصدار بعد ما الإصدار ده بيتم بيبدأ الأسهم دي بيتم عليها عملية تداول التداول ده بياخده سوق اسمه السوق السنوي والسوق السنوي في نوعين إما سوق منظم أو سوق غير منظم يبقى أنه يقسم لنوعين السوق السنوي يقسم لنوعين سوق منظم وسوق غير منظم السوق المنظم اللي هي بتبقى قاعة لتداول فيها الأوراق المالية مكان محدد لتداول الأوراق المالية اللي هي قاعة التداول ونشوف احنا كلنا كده بنلاقي قاعة كبيرة القاعة دي عاديين فيها السمصرة بيعملوا عملية تداول بيع وشيرة يبقى ده اسمها السوق المنظم أما السوق الغير منظم اللي يتعرف معاملاته باسم خارج المأسورة على الأوراق الغير متدولة في السوق المنظم يبقى احنا كده ببساطة قوي كده لمنا الموضوع ده وقلنا إيه إن الإطار العام لسوق الأوراق المالية يشمل حاجتين سوق أولي وأسوق سنوية السوق الأولي قلنا يختص بالتعامل في الإصدارات الجديدة أي كتاب أو أي طرح بيتم أما السوق السنوي هو سوق يختص بيتم التداول على الأسهم أو على الأوراق اللي تم إصدارها من قبل لأننا أصدرتها قبل كده ببدأ تدول عليها من خلال السوق السنوي والسوق السنوي ينقسم للعين وسوق غير منظم أسواء رسمية وأسواء غير رسمية منظمة وغير منظمة الأسواء المنظمة لنهاية الرسمية اللي هو مكان يتم فيه عملية التداول فيه ويرغل فيه عملية اتمام البيع والشراء اللي يتم بين السمسرة أما السوق المنظم اللي هو يعرف باسم خارج المقصورة طبعا نبص كده عليها ونشوفها مع بعض سؤالها ازاي لو استعرضنا كده الموضوع ده هنلاقي ما يقول لي الاطار العام لبرسات الأراء المالية أولا السوق الأولي اللي هو قلنا عليه سوق الإصدار يمع السوق الأولي اللي هو سوق ايه الإصدار ممكن يقول لي في سؤال تكلم عن سوق الإصدار أقول له ما خذت السوق الإصدار قبل كده لا ما هو السوق الأولي قال لسوق الإصدار ده ويختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة يبقى السوق ده يختص في التعامل في إصدارات جديدة مش لأننا أصدرتها قبل كده أو بيتم التدول عليها سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع قائم يعني ممكن أبدأ شركة تطرح أسهمها جديدة أو تبدأ عملية إصدار جديد أو شركة قائمة توسع في رأس مالها ويتم إصدار وتسريف الأوراق المالية إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ده كده اسمه السوق الأولي أو الأسواق الأولية اللي هي سوق الإصدار طب السوق الثاني قلنا ثانيا السوق السنوي اللي اسمها أسواق التداول يبقى الأولية اسمها سوق إصدار دي اسمها أسواق التداول طب التداول دي إيه؟ قلنا التداول ويختص بالتعامل في الأراء المالية التي تم إصدارها أو طرحها من قبل إلا أنا طرحتها في سوء المال قبل كده ده بيأخذ بقى إدعاء عملية تداول عملية بيع وشيرة أي بعد توزيعها سواء مباشرة أو بواسطة أحد المؤسسات المالية المتخصصة بيقول لي وتنقسم السوء أو ينقسم السوء السنوي إلى نوعين السوء السنوي بيقسمه كم نوعين هما إيه بقى النوعين دول هما السوء المنظم اللي هي الأسواق الرسمية يبقى السوء المنظم يقول لي أسواق الرسمية ويطلق عليها برصة الأراء المالية وهي تمثل الهيئة الرسمية ويكون لها مكان محدد يتم تداول الأراء المالية فيها يبقى السوء المنظم اللي يقول عليها قاعة التداول البورسة اللي بيتم فيها التداول ده مكان منظم اللي هي الأسواق الرسمية أما الأسواق السوق الغير منظم اللي هو طبعاً إبقاء الرسمية وهو ما تعرف معاملاته باسم خارج الإيه المقصورة والسوق الغير منظم يطلق عليه أيضاً السوق الموازن اللي هو الغير من الرسمي بعد كده بيقول لي يتم التداول في السوق السنوي أو الأسواق السنوية من خلال اتفاق سمسار البيع والمشترع الساع في إطار ما يحوز كل منهم من أوامر وتفويضات ويأخذ عمليتين التداول أحد الإسلوبين يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي قلت عندي في سوق التداول بيتم عملية التداول على الأسهم اللي تم ترحها من قبل ويبدأ عملية التداول دي بيتم من خلال السمسرة سمسار البيع والسمسار المشتري أنا كشخص اتفقنا من أول الحلقة أقول لك أنا كشخص عايزة تكود أنا مش يعيش كود في البورصة فعايزة تكود بخش على بخش على البورصة على طول بخش لشركة السمسرة والهم والله دلوقتي أنا معي مبلغ من المال والمبلغ ده عايزة أبدأ أستثمره في سوق المال فالمبلغ ده بيبدأ بيفتحولي بيحساب عندهم وببدأ أخد كود معين في البورصة وبأصبح كده السمسار ده هو اللي مسؤول عني هو اللي بيبدأ يديني يقول لعملية البيع وعملية الشراء فلو أنا عايزة بيع يبقى اسمي كده ده سمسار البيع بتاعي طب في المقابل في شخص تاني عايزة يشتري نفس السهم اللي معايا يبقى سمسار الشراء بتاعه في الحالتين دول بيتفقوا مع بعض على سعر التنفيذ اللي بيتم وبيبدأ تتم الصفقة ما بين سمسار البيع وسمسار المشتري بدون أي دخل ليا بس أنا بيكون مفوض السمسار بتاعي إما مفوضه بأمر كتابي أو مفوضه تلفونيا وابدأ أقول له بيع لي السهم بمبلغ معين أو اشتري ليا السهم بمبلغ معين وبيتم الكلام ده من خلال السمسار اللي هو سمسار البيع وسمسار المشتري قلنا بيتم ده بإسلوبين طب إسلوب التعامل بيتم إزاي في البورسة أو إسلوب اللي بيتم بين سمسار البيع وسمسار المشتري قلت بيتم بإسلوبين الطريقة اسمها طريقة أو إسلوب اسمه إسلوب المفوضة وإسلوب اسمه إسلوب المزيدة يبقى التعامل اللي بيتم بين سمسرة الأوراق المالية اللي هو سمسار البيع وسمسار المشتري سمسار بتاع اللي أنا كبايع وسمسار بتاع الشخص التاني اللي هو كمشتري تاني اللي هو كمشتري بيبدأ بيتم باسلوبين اسلوب التفاوض واسلوب المزايدة ايه اسلوب التفاوض اللي السمسرين بيبدأوا يتفاوضوا مع بعض للوصول الى سعر التنفيذ بيتفوا مع بعض على سعر ايه سعر التنفيذ سعر التنفيذ نبص عليها كده مع بعض بيقول لي اول حاجة اسلوب التفاوض اللي هو اسلوب المساومة زي بالضبط كان بجانة تفاوض على حاجة مع شخص معين قال لي يتم الاعلان عن أسعار بيع وشراء الأراء المتدولة ويحاول كل سمسار الوصول لاتفاق على سعر التنفيذ لإتمام الصفقة بسعر عادل. يعني السهم مثلا قيمته 10 جنيه أنا أعرض السهم بيع ب10 جنيه فسمسار المشتري بيكون في عملية التفاوط يحط سعر أقصادي ويقول لك لأ أنا أخذ 9 جنيه 90. ببدأ أنا نزل السعر وأثبت على السعر بتاعي ويبدأ عملية التفاوط بينها بيني لغاية ما نبدأ ننفذ الاتفاق بتاعنا والكلام ده بيكون بسعر عادل. مجيش أنا أعرض السهم ب10 جنيه ألاقي السمسار بتاع الشراء يقول لأ ب2 جنيه كده السعر أصبح مش عادل فالعملية ما بيتمش. يبقى ده اسلوب التفاوط. يبقى التفاوط اللي أنا بعلن عن أسعار البيع والشراء. تعطي الأوراق المالية. أنا عايز أبيع بكام بعشرة. عايز الشراء بكام بتسعة جنيه تسعين تسعة جنيه تمانين على حسب. بيحاول كل سمسار بقى الوصول الاتفاق. إما ده بينزل من العشرة أو ده بيعلى شوية على السعر بتاعه. لغاية ما نتفق على سعر التنفيذ. اتفقنا على سعر التنفيذ. بتتم الصفقة عشان تتم الصفقة بسعر ايه عادل. ده اسلوب التفاوط. أما اسلوب المزايدة اللي هو الاسلوب التاني. بصوا بقى اسلوب المزايدة يتم التزايد على السعر للوصول إلى أحسن سعر عرض للمشتري. لتنفيذ الصفقة ويرضى عنه البائع. بيحصل ايه؟ أنا بحط هنا سعر بيع عشرة جنيه. المشتري عايزه بتسعة جنيه تمانين. وحجاي الشخص معين داخل مزود على تسعة جنيه تمانين. ممكن نروح معلس سعر من عشرة يخليه كذب. وفي عملية مزايدة بنا لغاية ما وصل لسعر. المشتري بالنسبة له كويس. ويرضين أنا كبايع أبيع به. يبقى أنا كده أصبح أسليب التداول في اسلوبين اسلوب التفاوض واسلوب المزايدة. يبقى كده دي الأساليب اللي عنده اللي هم الاسلوبين اسلوب التفاوض واسلوب المزايدة. كده نحن خلصنا الفصل الثاني من مادة سوق الأوراق المالية وتكلمنا فيه على برصات الأوراق المالية. الفصل نذيذ تكلمنا فيه على ايه؟ خدنا مفهوم البرصة عن ايه؟ أنا كشخص أعايز Garrett اشتغل واستامع فلوسي في البرصة. خدنا معناها. وقلنا هي سوق لتداول الاعراء المالية. خدنا مفهومها وفقا للقانون. وخدنا مفهومها وفقا للقانون. وبعد كده خدنا مقاييس فعاليتها. وخدنا اهميتها. وخدنا شروطها. وخدنا بعد كده الاطار العام لسوق الاعراء المالية. له السوق الاولي والسنوي. واسلوب التداول. طب ما تيجي نبص مع بعض كده على بعض الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الفصل التاني. هتكون نوعيتها ايه? لو بصينا كده مع بعض السؤال الاول. بيقول لي عايزكم انتم قاعدين كده معايا. تحاول تسبقني في الحل. وتشوف كده اللي جاء بتاعتك هتبقى صحة ولا غلط. السؤال الاول اختار من بين الاقواص الكلمة المناسبة. اول حاجة صدر اول تشريع لتنظيم اعمال البورسة في مصر. اول تشريع صدر امتى? الف وتسعمائة وتلاتة? الف وتسعمائة? الف وتسعمائة وعشرة? برفع عليكم الف وتسعمائة. يبقى اول تشريع صدر عندي الف وتسعمائة. صدرت اول لائحة للبورسة بموجب امر عالي ويتم العمل بها في اول ستمبر الف وتسعمائة وعشرة فين? Lucy' قلنا اول لائحة صدر الف وتسعمائة وسبعة لكن يبدأ العمل بها الف وتسعمائة وعشرة. الف وتسعمائة وعشرة في القاهرة والاسكندرية درفع عليكم قلنا في القاهرة الف وتسعمائة وعشرة.ähltعمل بعدها تتميز أسواق المال الأمريكية أسواق المال الأمريكية program لا تحتني المكانة الأولى تهتم بأهمية البالغة للأسواق الايه؟ الحضرور الآجلة قلنا الآجلة تمثل البورصة الألمانية ولا بورصة لندن تمثل السوء الأولي من ناحية عدد الخطوط أولا ملي عدد الخطوط المقيدة بالبرصة ضي برصة لندن على طول ينص قانون البورصة على اعتبارها شخصية ايه؟ هل البورس اعتبرناها شخصية طبيعية يعني شخص ولا اعتبارية لا شخصية اعتبارية بعدها في عند سوقين السوق الاولي والسوق السنوي انه فيهم سوق يختص بالتعامل في الاصدارات الجديدة او لما لا يتعامل في الاصدارات الجديدة ده يبقى السوق الاولي اللي هو سوق الاصدار قلنا يختص اما السوق السنوي يتعامل فيه بيتدعم للتداول طيب قلنا في السوق الرسمي والسوق الغير منظم هو ما تعرف معملته باسم خارج المأسورة إيه اللي تعرف معناته باسم خرج المقصورة هل السوق الرسمي اللي هو فيه قاعدة تدول قلنا لا ده السوق الغير منظم طب فيه عندي اسلوبين اسلوب اسمه اسلوب المزايدة واسلوب التفاوض أنهو اسلوب فيهم بيتم الاعلان عن أسعار بيع وشارع الأوراق المالية لأصول الاتفاق قلت اسلوب التفاوض اللي بيتم الاعلان طب بعد كده عندي فيه التجار وفيه السمصرة مين اللي بيقوم ببيع الأوراق المالية لحساب عميله مقابل عمولة أكيد طبعا السمصر لو بيقوم ببيع الأوراق المالية مقابل عمولة طب قال لي للبورصة أهمية طبعا قلنا لها أهمية وضرية في المجتمعات الحر اقتصاديا يبقى البورصة لها أهمية في المجتمعات الحر اقتصاديا السؤال الثاني بيقول لي ضع علامة صح أو غلط أمام كل عبارة تحتل كل من بورصتين توكيو وهون كونج المركز الأول بين البورصات الأسيوية طبعا قلنا صح لأن بورصة توكيو هون كونج تحتل المركز الأول في البورصات الأسيوية بعد كده بورصة البضاعة الآجلة في عندي بورصة اسمها بورصة البضاعة الآجلة باسكندرية يتم فيها بيع القطنقة بضاعة حاضرة صح طبعا بورصة لندن تعد سوء أهم لتمويل الشركات المتوسطة الحجم بورصة لندن فعلا بتعد سوء أهم لتمويل الشركات المتوسطة الحجم جملة صح لا تخضع البورصة لإرقابة الحكومة غلط لأن البورصة تخضع لرقابة الحكومة متمثلة في مندوب الحكومة خمسة من حق مندوب الحكومة الاعتراض على كارات لجنة البورصة إذا كانت مخلفة للقوانين طبعا من حق المندوب أنه يعترض على أي كارات مخلفة للقوانين الجملة صح لا توفر البورصات قنوات ومداخل سليمة للإصمار طبعا الجملة غلط لأن البورصة بتوفر مداخل وقنوات سليمة للإصمار بعدها السوق الفعال يفترض مناخ استثماري غير مستقر طبعا غلط لأن السوق الفعال يجب أن يكون فيه مناخ استثماري مستقر تقوم وسائل إعلام بنشر الوعي الاقتصادي والمالي قلنا صح لأن وسائل إعلام لابد أن تقوم بنشر الوعي الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى الصحف تسعة يساعد التخصيص الأمثل للموارد على نمو الفرص الاستثمارية الجملة صح عشرة تجرى معظم المعاملات في السوق غير منظمة على الأرائي الغير مدركة في السوق المنظم الجملة صح حداشر يقوم السمسار بشراء الأرائي المالية لحسابهم ويقومون ببيعها هينما تحيين الفرصة بذلك طبعا غلط لأن السمسار ما بيشيريش النفس بيشيري الحساب عميله اسلوب التفاوض يتم التزايد على السعر للوصول إلى أحسن عرض طبعا اسلوب التفاوض مش بيتم التزايد ده اسلوب التفاوض بيتم الإعلان أما التزايد ده اسلوب المزايدة كده أخذنا نوعية تانية من الأسئلة وهو سؤال صح وغلط طبعا ممكن يجيلي نوعية تانية سؤال ثالث أذكر المصطلح العلمي المقابل للجومة الآتية يبقى هنا جالي مصطلح علمي أول مصطلح قدرة السوق على تحويل الأموال والمواعد لمن يحتاجون إليها لقدر من التكلفة قدرة السوق على تحويل الأموال قلت دي كفاءة التشغيل يبقى أول واحدة عندي كفاءة التشغيل اتنين تخصيص الموارد النادرة بطريقة مسلحة على كل الأنشطة الإسماعية ده التخصيص الأمثل للموارد تلاتة طبعا دي تلاتة جاوبة هي شخصية اعتبارية عامة يتولى إدارة أموالها ولها أهلية التقادي البورصة برافع عليكم أربعة يتواجد بالبورصة ويكون مهمتهم رقابة تنفيذ القوانين واللوايح مين اللي بتواجد بالبورصة؟ قلنا مندوب الحكومة تمام كده خمسة تتجاوز فيها تعاملاتها حجم البورصات الأوروبية مجتمعة اللي تتجاوز فيها تعاملاتها حجم البورصات الأوروبية مجتمعة دي بورصة توكيو تحتل السوق الأول من ناحية عدد الخطوط لسا هنا من شوية تحتل السوق الأول من ناحية عدد الخطوط المقيدة بالبورصة قلنا دي على طول بورصة إيه؟ قلنا بورصة لندن آخر سؤال من الأسئلة اللي عندنا اللي ممكن نشوفها وهو السؤال الرابع أكمل العبارات الآتية هناك عدة مقاييس تقاس بها فعالية البورسة إيه هي المقاييس؟ أول مقياس مقياس السرعة مقياس الدقة والصحة ومقياس الفاعلية يبقى دي المقاييس التلاتة اللي قلنا عليهم بعد كده ترجع تكلفة المعاملات إلى مصدرين هما أول حاجة تكلفة الوساطة المالية وتكلفة تحويل ملكية الورقة يبقى تكلفة الوساطة وتحويل تكلفة ملكية الورقة وجدت البورسة لتشجيع قلنا حاجات ورابات المتعاملين الورابات وحاجات المتعاملين الإطار العام لبورسات الأوراق المالية قلنا الإطار العام لها السوق الأولي والسوق السنوي يبقى الإطار العام عندي حاجتين السوق الأولي والسوق السنوي يختص بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها أو طرحها من قبل مين يختص بالتعامل في الأوراق دي اللي هي السوق السنوي اللي يختص بالتعامل في الأوراق اللي تم إصدارها من قبل خمسة ستة تعرف معاملاتها باسم خارج المأسورة تعرف معاملاتها باسم خارج المأسورة ده السوق الغير منظم السوق الغير رسمية تم اختيار مبنى ليكون مقر دائم للبرصة سنة كام 1903 تمام تمانية تلعب البورصة دور هام ورئيسي في المجتمعات أن الحرار اقتصاديا تسعة تعمل البورصة على تحقيق موازنة فعالة بين قواتين العرض والطلب قلنا البورصة بتعمل تحقيق موازنة فعالة بين العرض والطلب بما يحقق السعر العادل عشرة البورصات الامريكية تميز بأهمية بلغة للأسواق الآجلة للأسواق الآجلة تعود كلمة بورصة إلى القرن قلنا تعود كلمة بورصة إلى القرن الخامس عشر الميلادي أقدم بورصات القطن في العالم هي بورصة اسكندرية يبقى كده احنا استعرضنا مع بعض نوعية اسئلة من اسئلة اللي عندي اللي ممكن تجيلي كمصطلح علمي كاسئلة صح وغلط كاسئلة اختيار وبكده يبقى احنا مع بعض خلصنا من اسئلة الباب او الفصل الثاني وبكده يبقى احنا ان شاء الله انتهينا من الحلقة بتاعتنا النهاردة وان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية مع الفصل الثالث في مادة سوء الرأي مالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة